او ادارة المسابقات اللي ما فيش لجنة مسابقات على فكرة لادارة المسابقات هي اللي ما نقشتش احداث مباراة السوبر المرة دي اتحاد القرى ادى القرار او ادى الاختصاص لادارة المسابقات هي اللي تاخد القرار فادارة المسابقات خدت القرار بناء على حاجتين ليحة المسابقات اللي هي اتعاملت بعد المجلس الجديد او اللجنة الجديدة شكلت لادارة اتحاد القرى وخدت بعض البنود من الشروط المنظمة للمسابقة يعني القرار مش مبني على الليحة فقط الليحة والشروط المنظمة لمسابقة الدور العام الناس فاكرة خصم الست نقاط بخلاف المباراة اللي هيكون خسرها لا الليحة بتتكلم في المادة ستة واربعين إذا اعتبر فريقا منسحبا واستكمل المسابقة تطبق عليه الجزئات التالية توقع عليه الغرامات المالية تبقى لفئات المسابقات التي يحددها مجلس الإدارة وده بقى في شروط المسابقة وخصم عدد ست نقاط تعادل نقاط مباراة واحدة اللي هي فوز من رصيده في نهاية الموسم بالإضافة لإعتباره مهزوما في المباراة المنسحب منها فبالتالي هو مش حد أدنى وحد أقصى لا هي معيار واحد ست نقاط التلات نقاط بتقول ماتش اللي هو ما جاش فيه ما لعبش وانسحب والتلات نقاط في نهاية السيزن في نهاية المسابقة زي ما كده حصل من كذا مسابقة لما كان مباراة المقصة والزمالك ومعرفش وطاة أنا حتى والله مش فاكر يعني اتحاد القرى ساعتها خصم التلات نقاط بعد نهاية المسابقة بخصوص انسحاب الزمالك من مباراة المقصة ولا لا لكن ما علينا يعني المرة دي الست نقاط هي تلات نقاط المباراة اللي ما جاش فيها والتلات نقاط في نهاية المسابقة بعد ما يتم إعلان جدول الدوري بخصم سلاس نقاط في نهاية السيزن فيه بند رقم تلاتة في المادة ستة واربعين إدارة المسابقات ما جاتش نحيتها اللي هي فكرة ايه معاقبة كل ما له السلة بقرار الانسحاب تبقى لتقرير الحكم والمراقبين وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار تبقى للليحة هذه الليحة المنظمة لمسابقة الدور العام فإذا إدارة المسابقات والتحاد القرى اعتمد القرار تبقى للمادة ستة واربعين في البند واحد واثنين لكنه تجاهل البند الثالث اللي هو بيقول يعاقب كل ما له سلة بالانسحاب هل في حيثيات في هذا الملف أو في هذا الموضوع اتحد القرى ما أعلن شوخات بند واحد واثنين وتجاهل البند تلاتة المتعلق مين اللي كان ليه سلة بقرار الانسحاب أو اللي خد القرار أو اللي تسبب في هذا المشهد القروي اللي حدث في استاد القاهرة لكن هرجع تاني لفكرة إدارة المسابقات هي اللي خدت القرار مش لجنة الانضباط ليه بقى الفكرة هنا لأن لجنة الانضباط أو لائحة الانضباط اللي هي غير رسمية ولم تعتمد وحتى لما نشرت على الموقع الرسمي نشرت بدون تاريخ وبدون أي أختام رسمية من الاتحاد المصر لقرأة القدم الليحة مطاطة مش محددة في الإيقاف أو في الانسحاب المسؤولية هتبقى عالمين والقرار يبقى فين فبالتالي اتحاد القرى ترأى أنه ياخذ قرار في هذه المباراة على نفس القياس اللي حدث في مباراة السوبر لأن مباراة السوبر فيها أخطاء قانونية كبيرة جدا على هذه الليحة الدنكة هي؟ دي ليحة الانضباط اللي منشورة على الموقع الرسمي في نقطة ما عايزة نوح عليها هنا وخدوا بالكم من الجزئية اللي جاية دي دي المادة 28 ومادة 29 في ختام الليحة المادة 29 صدق مجلس الإدارة على هذه الـ 38 و39 في المادة 39 صدق مجلس الإدارة على هذه الليحة في جلستهم رقم مش مكتوب التي عقدت في تاريخ رقم مش مكتوب ويعمل بها اعتبار من هذا التاريخ وينسخ ما دون ذلك هل فيه توقيع؟ هل فيه ما يفيد إن هذه الليحة تم اعتمادها رسميا حتى من السكرتير العام وإدارة الاتحاد بفيش؟ ليه أنا بقول الجزئية دي؟ لأنه فاكرين لما عرضنا لايحة الاتحاد الإفريقي المنظمة لهم سابق الدورة أبطال إفريقيا لما قلنا ليه الفرق بتلعب جمع وليه فرق بتلعب سبت؟ بصوا ركزوا كده في الليحة اللي قدامكم هتلاقي لايحة الاتحاد الإفريقي في ختمها موقعة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وموقع من معاز حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى ختم الكاف فبالتالي لو هنرجع لفكرة إن الليحة الانضباط أساسا ما وصلتش للأندية والليحة اللي اتخذ بها قرارات في مبارات السوبر يا قرارات بطلة لأن الليحة اللي عرضناها أساسا ما وصلتش للأندية ولما تم عرضها على الموقع الرسمي ما فيهاش أختام وما فيهاش توقعات وده طبعا غير قانوني وأقبل دليل أنه غير قانوني بعرض لك لايحة الاتحاد الإفريقي لايحة الاتحاد الإفريقي قدامك هو شايفين المقارنة دي آخر صفحة في لايحة الانضباط على فكرة والصفحة الثانية بتاعت الاتحاد الإفريقي آخر صفحة شفتوا الفرق شفتوا المقارنة بين هنا وفين فين هنا فيه توقيع رئيس الاتحاد توقيع السكرتير العام ختم الاتحاد الإفريقي لايحة الانضباط اللي اتخذ عليها قرارات السوبر لايحة increasing توقيع حتى اعتمادها من خلال المنشور على الموقع الرسمي مش مكتوب تاريخ مش مكتوب رقم الجلسة واساسا الليحة لم ترسل للاندية ده في الاساس كمان الليحة لم ترسل للاندية فبالتالي اتحاد القورة لما حاب بياخد قرار في احداث السوبر تجنب لايحة الانضباط قال لك اخد لايحة المسابقات فلايحة المسابقات خد فيها جزئيتين جزء بشروط المسابقة اللي هو متعلق بالمئتين الف جنيه غرامة وجزء بيه بنود عقوبات لايحة المسابقات اللي هي متعلقة بالخصم الست نقاط تلات نقاط عشان ما جتش المتش وتلات نقاط في نهاية السيزن الفرق بين لايحة المسابقات ولايحة الانضباط ان لايحة المسابقات بتناقش الاحداث اللي في المباراة سواء قبل المباراة اثناء المباراة بعد المباراة في ارضية الملعب لايحة الانضباط بتناقش احداث بعيدة تماما عن احداث المباراة فبالتالي اتحاد القورة لما فكر ياخد قرارات في مباراة السوب عشان تكون قرارات قوية ومش موجودة في اللايحة خد على قياس مباراة السوبر لما جيه في احداث مباراة القمة اللي الزمالك انسحف فيها خد فيها لايحة المسابقات شفت العواري اللي موجودة عند اتحاد القرى في ياخد قرار من لايحة ايه ومش من لايحة ايه عموما قراراته في السوبر غير سليمة قراراته في مباراة الدور اللي تم الانسحاف فيها من نادي الزمالك قرارات سليمة لانه هنا رجع للايحة المسابقات المنظمة للمسابقة عكس اللي حصل في مباراة السوبر. اذا ليحة الانضباط اللي تتعرض او اللي تتتناقش قدن كل مقارنة على الشاشة هيه. ليحة الانضباط اساسا ليس لها علاقة بأحداث مباراة الزمالك والآل اللي الزمالك ينسحف فيها. عشان نتكلم بكل امانة. لحة المسابقات هي المنوطة باتخاذ القرار المتعلق بمباراة القمة اللي الزمالك تنسحف فيها. لكن ليحة الانضباط ما لهاش علاقة بهذه الأحداث لما بقى عرض بقى لايحة الانضباط ما وردكم الفرق إن اللايحة دي لما اتخذ بها قرار في مباراة السوبر لايحة بطلة يعني عملت لكم وقارنة وشفت الفرق بين اللايحة دي ولايحة الاتحاد الإفريقي ما فيش توقعات هنا فيه توقعات هنا فيه ختم هنا ما فيش ختم هنا فيه اعتماد رسمي في لايحة الاتحاد الإفريقي في آخر سطر بيقولك إن تم اعتماد هذه اللايحة وإرسالها للأندية بتاريخ كان في شهر سبعة مكتوب لك اهو بتاريخ سبعتاشر سبعة الفين وتسعتاشر في السطر الأخير من اللايحة الاتحاد الإفريقي اعتقد شفت الفرق وعرفت ليه اتحاد الكورة ساعات بياخد قرارات بناء على وحي المسابقات وساعات بناء على وحي الانضباط ولو تتذكروا في بداية المسابقة لما غرم الآلي خمسين ألف جنيف مباراة أسوان خدها من اللايحة المسابقات لكن بعد كده لما حاب بياخد قرارات سواء إقاف الكابتن سيد مباراة كابتن سيد الحافيس مباراة واحدة توبيخ حتى الكابتن سيد في إحدى المباريات كل دي قرارات لجنة الانضباط رغم الأحداث اللي حصلت كانت حصلت أثناء المباراة فالمفروض المنود بيها لجنة المسابقات شفت التضارب؟ المرة الوحيدة اللي اتخذ فيها قرار صح هو قرار عقاب الزمالك على انسحابه من مباراة كأس مصر نتيجة عدم مشاركته في هذه المباراة وانسحابه من المباراة واخد فيها جزئيتين الليحة وشروط المسابقة إذن لائحة الانضباط لائحة غير سليمة وليحة غير معتمدة وليحة غير مرسلة للأندية وبالتالي هي والعدم سواء طيب اتحاد القرى النهاردة حدد خارطة الطريق بالنسبة للمطشاط الفترة الجاية الآن يلعى مع سانداونز يوم سبعة مارس في بريتوريا بعدها بأقل من ستة وتسعين ساعة بعدما يتجع من جنوب إفريقيا عنده مباراة مع اسموحة هذه المباراة في الأسبوع الثمنتاشر من الدور العام يوم حداشر مارس ثم هيلعب مباراة مع امبي هذه المباراة المؤجلة من الأسبوع الخمستاشر يوم أربعتاشر مارس ثم الأسبوع تسعتاشر والعشرين اتحاد القرى حدد موعدهم خلاص يوم طمنتاشر مارس وواحد وعشرين مارس إذن النادي الأهلي في أقل من أسبوعين هيلعب خمس مباريات مباراة في البطولة الإفريقية مع سانداونز وأربع مباراة في الدور العام بدء من يوم حداشر حتى واحد وعشرين يبدو أننا ندخلون على أجندة مزدحمة ومليئة بالمباراة وزحمة غير طبيعية لكن في النهاية الحمد لله الأهلي بيتصدر جدول الدوري بـ 48 نقطة عن أقرب المنافسين الموانين العرب بـ 32 نقطة بنتكلم في فرق 16 نقطة بنتكلم من أكتر من حوالي خمس ست مباراة فرق وعاني الزمال في المركز الثالث بأكتر من حوالي 17 نقطة فبالتالي إن شاء الله الأهلي بس يتخطى مرحلة سانداونز ونشوف المباراة الجاية في الدور العام إزاي الفريق يستعد لها وإزاي الفريق يشتغل على المرحلة الجاية بالنسبة لمباراة الدوري بكرة في مؤتمر صحفي مهم جدا الساعة 6 إلى ربع لريني فيلر إن شاء الله في استاد القاهرة هيكلم فيه على استعدادات الفريق لمباراة تسانداونز